وزير الداخلية الأسبق رشيد مصلح وقد اعتقل في أول انقلاب 1968 مع طاهر يحيا وغيرهما من الضباط الكبار المشاركين في الانقلابات السابقة 14 تموز وحركة عبدالوهاب الشواف وانقلاب 1963 وانقلاب تشرين 1963 والسبب في إجبار رشيد مصلح على الاعتراف بالتجسس لأمريكا ثم إعدامه يعود إلى أعقاب تشرين 1963 حيث وردت معلومات لأمن نظام عبدالسلام محمد عارف تفيد بأن البعثيين جماعة أحمد حسن البكر يتهيئون للقيام بعمل عسكري ضد النظام فصدرت أوامر إلقاء قبض على كثيرين منهم وكان صدام حسين بينهم فالتجأ لمنزل وزير الداخلية رشيد مصلح فأجاره وسمح له بالإقامة لديه في منزله أكثر من أسبوع وحين تسرب الخبر إلى أجهزة الأمن خاف رشيد مصلح من العاقبة فأمره بترك داره ورغم إلحاح صدام أصر رشيد على طرده ويعتبر أهالي تكريت أن رشيد مصلح ضحية حقد شخصي من صدام بالإضافة إلى خوف أحمد حسن البكر من احتمال قيام الضباط الكبار المغامرين من دول خبرات في الانقلابات بانقلاب مشابه لما حدث في تشرين 1963 وفي آخر لقاء لأسرته قبل إعدامه وضع يده على المصحف الكريم وأقسم على أنه بريء من تهمة التجسس مؤكدا أنه أجبر على الاعتراف حماية لشرف أسرته بعد أن هددوه بانتهاك عرضه أمامه اشتركوا في القناة